اشتركوا في القناة وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل انهيان رحمه الله ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وذلك في قصر مشرف بمدينة أبوظبي تعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه في سيح جناته ويلهم عموم آل انهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء جاء ذلك لدى زيارة سموهما اليوم لأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتقديم التعازي في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل انهيان رحمه الله يرافقهما سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة والشيخ سلمان بن خالد بن محمد الخليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة والشيخ خليفة بن خالد بن عبدالله الخليفة والسيد علي الهاجري المدير التنفيذي لمكتب سمو وزير شؤون الديوان الملكية حيث أشاده بمناقب الفقيد ودوره الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة واسهمه في مسيرة البناء والنهضة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر